وقتنا عندنا برضو جزء تاني خلينا نروح لمنتخب كرواتي منافس منتخب مصر في المباراة النهائية منتخب كرواتي طبعا فيه أسماء كبيرة جدا وبتلعف أندية كبيرة يمكن مباراتهم قدام تونس أنا اتفرقت على أجزاء منها الحقيقة كان عندهم إصرار كبير إنهم يخترقوا من عمق الملعب فتونس كانت مقفلة الحتة دي كويسة هو منتخب نفسه طويل وبيلعب كرة يعني أحيانا بتوصل لدرجة الملأ لهم بيمرروا كتير جدا وبعدين تمريرات كتير جدا وبعدين في السنين الأخيرة بقى معتاد جدا أنهم يوصلوا لضربات الترجيح يعني بقيت العادة يعني منتخب نفسه طويل قوي في الحتة دي وعندهم تفوق فيها طبعا عندهم سلاسة في وسط الملعب سابت كمان مجهز أرقامهم حاجة مرعبة جدا على مستوى التمريرات وعلى مستوى قوتهم بس مش فون بوراد تونس بالمناسبة برضو عشان بقى احنا بنتكلم بشكل ايه وهنا اعتقد صح يا سابت انا معرفش لكن اعتقد لا احنا جايبينه قوت قوتهم وضعفوهم بالضبط لانه في مطش تونس الحقيقي انا شايف ان مطش حلو وكل حاجة ولكن في النهاية يعني منتخب الكرواتي اقوى من كده بكتير كانوا بيلعبوا بسن التعالي شوي مش بسنة لا ايا كانت وطحة يعني انا وان قاعد بتفرج على انا تفرجت على المطش ده كتير منه من الوقت بتاع مطش منتخب تونس ومنتخب كرواتيا يعني لو لعبوا بالتعالي ده المصلحتنا طب خلاص اوكي طب خير كلم عن قتل القوة برضو شوي نجيب الحالات الفنية صور الحالات بتاعت منتخب كرواتيا هنلاقي يمكن انه طبعا هو كرواتيا استحوزت 70% عفا على المطش ادي اول حالة معنا هم بيلعبوا 4-1-4-1 طبعا كرواتيا اللابس ازرق 4-1 وراء وواحد اللي هو بروزوفيتش وقدام وكوفازيتش ومودريتش الاتنين اللي هم ايه قدامه وعلى الاطراف وقدام طبعا ايه رأس الحرب اذا 4-1-4-1 هنا انت مهم جدا ان انت تضغط على بروزوفيتش يعني اعتقد ان كابتن حسام اكيد هيوجه مصطفى محمد تحديدا هو اللي هيمسك اللعيب الارتكاز المساند اللي هو قدام الاتنين عشان نقفل عليهم لكن احنا هنشوف الشكل ده طول المطش 4-1-4-1 وخلي بالك احنا احتمال برضو الاقرب ان احنا نشوف شكل منتخب مصر بالشكل اللي فاتت لصورة اللي فاتت اسامير اللي هو الاقرب للانتظار في وسط الملعب اللي هو ده اللي هو تفعل وسط الملعب المسيحات تونس كانت بتلعب بخمسة وراء خمسة اربعة واحد المنتخب مصر هيبقى باربعة يعني هو الفرق في الطريقة لكن التنظيم هيبقى واحد تنظيم بالزبط بالزبط كمل نفس الشكل برضو هنا الحتة اللي حداك بتتكلم فيها اللي هي تونس الخطوط فيها متقربة نجحوا ان هم يقفلوا المسيحات خالص على كرواتيا بشكل كويس كانوا منظمين كرواتيا كانت بتلعب عادي يعني تحس ان هم عندهم زي ما قلنا كده في سن التعالي بيعمالين يمرروا بس مش عارفين يختاروا مفيش محاولات فعلا جدية او خطر في الكرواتيا في خلال الماتش كله بال ان تونس كانت اخطر كمل برضو هنا الميزة في كرواتيا في الهجوم ان هم دايما الظاهرين فتحين عرض الملعب هتلاقي الظاهرين اللي هو اللي معاه كورة وهناك السورة اللي بعدها هتلاقي بينا اكتر هنا الظاهرين اللي عليهم الاضاءة هنا هتلاقيهم فتحين عرض الملعب فهنا محمد حمدي محمد هاني او مثلا احمد بيكام اي حد هيبدأ في الباكرايت هنا مهم جدا الادوار والارتداد الدفاع للجناحين بتوعك لان ده هيفرق معك كتير جدا ازاي تدافع بص هنا يعتبروا بيهاجموا كام الاربعة واحد اربعة واحد اتنين وقفين ورا والباكين طيرين هنا دي ميزة وعيب ميزة ان انتا بيتقدموا كتير وعيب ان انتا الهجمات المرتدة في ظهرهم لو قطعت المساحات في ظهرهم هتبقى كتير جدا هنا ممكن بقى يا صبري يتقلق مرموش سواء ناحية الناحة طبعا لانه انت هتلاقي عندك مساحات كبيرة جدا جدا لو في حالة قطعت الكورة تونس في الشوط الاولاني راح تبقى اكتر من كورة بس له رعونة المواجم في التصرف في اللقطة الاخيرة او اللي قبل الاخيرة بعد ما بيستلم هو كان بيبقى فيه سنة بوط جديدة فكان بيتلحق وبيتجنب رغم ان هو كان ممكن بيبقى رايح بحالة تقريبا انفراد وحصلت اكتر من مرة هم بيفتحوا الملعب جدا لكن بيبقى عندهم دايما اسرار في الحاجات اللي انا شفتان هم دايما يخترقوا اكتر من العمق فاحنا لو قدرنا ان احنا نقطع الكورة في ظل التقدم الزهيرين بتوعهم دول على طول هنقدر بالمرتدات ان احنا نعمل حاجة كويسة كلهم في منطقتهم بس هنا الباكرايت فاتح خالص بتاع كرواتيا فاتح على يمين والباكليفت هنا برضو مودريتش الباكليفت مستنية عمله البيينية فده انت هتشوف الشكل ده طوله المطش كمل هنا بقى نقاطة ضعف بتاعتهم الحالك كنت بتقول هنا دايما هم بيلعبوا بإدفاع متقدم عشان هم بيلعبوا بضغط عالي فدايما بيلعبوا بإدفاع الهاي لاين اللي هو قدام فبيبقى فيه مساحة وراهم هنا تقلق مرموش وتريزيجيه بالمناسبة طبعا هقلب برضو هنا بص يا كابتن هنا هتلاقي الظاهرين بتوع تونس فاتحين والمساحات بص يا ديه في ظهرهم فهنا مرموش وتريزيجيه يقدروا يستغلوه هم القارب كده السيستم برضو كابتن حسام لهم كانوا بيلعبوا بفكرة الضغط العالي برضو كابتن حسام بيلعب كتير بفكرة الضغط العالي فأنا أعتقد ان ده ممكن يبقى برضو الصالح المنتخب طبعا كنت بأهزر لما بقول ان احنا يبقى أفضل لنا اللي هم لعبوا بثقة ان احنا ممكن الثقة بتاعتهم دي تخلينا نفوز بس طبعا القصة لا تقاس بهذا الشكل يعني انا بتكلم فنيا احنا عندنا فرصة فعلا لو قدرنا ان احنا نلعب بقطة سليمة ان احنا ممكن فعلا نفوز على المتحدة الكرواتية مع الفوارق الموجودة الفنية كرة الكدم مفيش فيها الفريق كبير يكسب لا انت مطش نهائي تقدر ان انت تدافع بشكل منظم جدا خاصة ان كرواتيا احنا قلنا عندها نقاط ضعف نقاط ضعف دي ان انت الاول تخلي بالك من نقاط القوة بتاعتهم ان انت تحد من الظاهرين بتاعهم بشكل كويس وتقفل العمق بشكل كويس على التلاتة الخطيرين اللي هم في وسط الملعب وتخلي بالك من الظاهرين وتلعب مرتدة ده نفس الاسلوب اللعب اللي عملناه قدام نيوزلندا في الشطي التاني ان انت بس الشكل اللي كان بينقص منطق مصر الهجمات المرتدة التحولات بتاعتك يعني مرموش لما كان في اليمين يجب ان تكون التحولات اصرع بين كده ونفس الوقت دقيقة اكتر من كده والتصرف في التلت الهجوم يكون كويس يعني التصرفات بتاعت مرموش في المطش اللي فات وبتاعت التريسيجي لما كانوا بيدخولوا جوة 18 كانت تصرفات بتاعتهم الحقيقة سيئة جدا رغم ان احنا طلعنا بكور طويلة كتير جدا احنا بنلعب كور طويلة من وراء ربيعة كورة طويلة حتى بينزل مروان عطية ويلعب طويلة على واحد من الجناحين فاحنا لعبنا عدد كورة طويلة برضو سابت محضر الارقام نشوف احنا لعبنا كورة طويلة كتير جدا واغلبها كانت سليمة فروحنا كتير انما التصرف دايما في جوة منطقة الجزاء او في التلت الهجومي كان بيبقى تصرف سيء جدا من الجناحين فاحنا ده مش وارد او مش المفروض ان هو يحصل قدام فريق بحجم كرواتي ان انت مش هتقدر تروح عليه كتير هو هيمسك كورة علينا وحيدغط علينا جدا فاحنا هتبقى فرصتنا دايما في وعندهم سرعة كمان يا سابري بشكل كبير وعندهم كواليتي جدا كبير جدا في التمرير يعني عندهم التلاتة في نص الملعب معلمين في الحتة دي بيلعبوا كورة يعني تمرير كتير جدا جدا جدا